السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحكم ومساءكم معطر بذكر الله أهلا وسهلا بكم جميعا وتحياتي لجميع وأفضل حاجة في الدنيا هو ذكر الله أهلا وسهلا بجميع طيب أنا النهاردة هقدم لكم حاجة قوية جدا حاجة كده يعني وصفة فعالة من أول استخدام نتيجتها يعني أنت هتلحظيها وهتنبهري بيها وأنا متأكد 100% حاجة كده لتفتيح البشرة وهنعمل كمان هتعمل كمان على إزادة التجاعيد التصبغات العنيدة طبعا يعني هتشل هالك فوي أول حاجة معنا طبعا هنجيب الطبق بتاعنا هو وهناخد أول حاجة معنا هو القركم القركم من العوامل أو من الحاجات الأساسية اللي إحنا لازم نستخدمها في تفتيح البشرة ما تخفيش مش هتعمل تصبغات أو مش هتعلم على بشرتك وهقولك تعملي إيه بالظبط طبعا إحنا خدنا معلقة من الكوركم عايزة تعملي نص معلقة برضو مفيش مشكلة أول لما حط الكوركم على طول أجري وأخد أي معايا لبن بودر أنا خدت معلقة كبيرة من اللبن هنبدأ نقلب فيها دعونا الوصفة فورية النتيجة فورية 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 طيب إحنا كده قلبنا هو مذكنا الاثنين ببعض بعد كده أحط بقى بالعنصر الأساسي معنا النهاردة اللي هو الشابة أو شايفين الشابة الشابة طبعا ريحتها قوية جدا ريحتها حلوة جدا الشابة من الحاجات الأساسية طبعا خدنا نص معلقة من الشابة من الحاجات الأساسية اللي هي تقدر تفتح لك البشرة بطريقة رهيبة سبق من سنة كلمتوك على الشابة هتطلع لك الفيديو بتاعها فوق وقلت لك إن الشابة لها مفعول السحر فيه تبييد وتفتيح البشرة مش بس كده لا ده كمان بتنظف لك البشرة بطريقة رهيبة مش بس كده برضو بتزلك التجعيد ولو إنتي عندك تصبغات هتشيل هالك تماما الشابة مفعول سحر مع الكركم حاجة كده يعني أنت معاك تفتيح ما بعده تفتيح هنقدر نقلب كده هو هنقدر نقلب الاتين كده في بعض بعد كده قدامك بقى هناخد بقى إيه هناخد هنا هوت الجل الصبار شايفين جل الصبار ده أنا جماعة عامله في البيت هناخد منه إيه بمقدار بمقدار معلقة عشان خاطر أبدأ أخذ الإيه تمام بس إيه ينزل معايا ممكن رفتحه كده مفيش مشكلة وابدأ إيه أنزل إيه من جوه كده مفيش مشكلة كده بمقدار إيه معلقة وإيه هبدأ إيه كده هوت أهو أدعك كده هوت أو أقلب كل المكونات إيه كله ببعض كده هوت بعد كده هناخد إيه هنا يا جماعة هناخد زيت قوي جدا لو أنت عند حضرتك زيت الورد أهو ده زيت ورد يبقى عشرة على عشرة هناخد منه بمقدار غط أهو هناخد بمقدار غط أهو لو أنت عندك زيت ورد يا سلام طب لو عندك زيت زعفران يا حلوتك يبقى تحط هنا هو زيتين اتنين بس لإما زيت الورد أو زيت الزعفران هقعد أقلب كده هو فيهم أهو بصتوا الريحة بتاعتها طلعة قوية جدا فوق مما تتخيلي هنفضل نقلب أهو طيب هناخد حاجة تاني أيوة طبعا هناخد حاجة تاني هناخد إيه هقولك هناخد معلقة صغيرة جدا هيا شايفينها من النشاوية هحطها معانا هنا كده أهو طبعا النشا حدس وراه حرج مش هقولك هتبقى عاملة إيه في الإيه في الجمال مع الإيه البشرة بتاعتنا بعد كده هوت هناخد حبة من المية عشان نبدأ نفوق الكلام ده أهو هنبدأ نفوق الكلام ده بالإيه بالمية عشان تصير معانا إيه على شكل إيه على شكل إيه زي الكريم كده بالظبط أهو شايفينها أهو يبقى إحنا كده إيه حطينا نشا حطينا كل حاجة جيها علاقة بالإيه بالبشرة الريحة بتاعتها يا جماعة قوية جدا الكركم مع اللبن مع الشبة مع النشا حاجة كده قوية مع زيت الورد حاجة كده قوية وهقولك تاني وهفضل أقولك زيتين لا تستغني عنهم أبدا هو زيت الورد وزيت الزعفران للبشرة اللي تجدين دول على البشرة ما لهمش حل زيت الورد ما فيش مشكلة فيه وزيت الزعفران هو الأروع والأحسن والأفضل على الإطلاق طبعا طبعا إحنا هنطبق كل الكلام دوت أهو هنحطه كده على البشرة وهنسيبه لمدة نص ساعة بعد كده هنشتف وشنا وشوف الجمال وشوف الحلاوة بتاعت شكرا لكم تحياتي لجميع أتمنى اللي انتو جربوا وصفة الكوركم مع الشابة هتخليكي شابة بنت 16 سنة تحياتي لكم جميع اشتركوا في القناة